تتصاعد الحملة الحكومية في فرنسا ليس ضد المسلمين فحسب بل ضد الإسلام نفسه كدين تسعى الحكومة الفرنسية إلى طمس هويته ومحو ملامحه في نفوس المؤمنين به داخل المجتمع الفرنسي منذ مطلع العام الجاري أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من سبعين مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً مملوكاً لمسلمين بذريعة مكافحة الإسلام المتطرف بينما أعلن وزير الداخلية جيرال دارمانان عن اعتزام السلطات إغلاق مسجد وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد فضلاً عن اعتقال 180 أجنبياً وصدور أوامر اعتقال ضد أكثر من خمسين آخرين تمهيداً لطردهم من فرنسا بدعوى الاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة كل ذلك دفع بعض منظمات المجتمع المدني الإسلامية إلى مخطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبته بالتدخل لوقف حملة إدارة الرئيس ماكرون ضد الإسلام والمسلمين مشيرة إلى أن اتهام وزير الداخلية عدداً من المساجد والجمعيات الإسلامية بالمسؤولية عن مقتل معلم عرض على تلاميذه رسوماً تسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعد إنهاءاً لدولة القانون في فرنسا ويعكس تناقضاً واضحاً بينما ترفعه الدولة الفرنسية من قيم العدل والحرية والمساواة وبينما تفعله الحكومة من إلقاء الاتهامات دون دليل ومحاسبة الناس دون منحهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم ولا ترتبط الحملة الحالية بحدث عابر أو توجه سياسي جديد للحكومة الفرنسية فخلال السنوات الثلاث الأخيرة أغلقت السلطات نحو 360 مسجداً ومؤسسة إسلامية فضلاً عن ترحيل 428 أجنبياً إلى خارج البلاد بحسب وزارة الداخلية ما يعني أن مسلمي فرنسا الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية ملايين شخص باتوا يواجهون استراتيجية حكومية لاجتثاثهم من المجتمع بما يعنيه ذلك من خطر محدق ليس بالمسلمين فقط بل بالمجتمع الفرنسي وقيمه الإنسانية ترجمة نانسي قنقر